لو انت عامل في البنك وبتحول وتستقبل فلوس او متعود تدفع بالموبايل وعندك محفظة الالكترونية وحتى لو كل علاقتك بالبنك هي البيزة اللي بتقبط بيها مرتبك او معاشك اخر الشهر يبقى قرارات البنك المركزي الاخيرة تهمك وخصوصا لما تعرف ان في خدمات كانت ببلاش ورجعت بفلوس تاني ايه تفاصيل قراري المركزي وايه الخدمات اللي بيتكلم عنها وسعرها بقى كامة تابعونا بالفيديو ده هتعرفوا كل التفاصيل بداية من يوليو الجاي خدمات كانت مجانية هترجع بفلوس وده على حسب القرارات الاخيرة للبنك المركزي وبردو في خدمات هتفضل مجانية خلينا نوضح قرارات البنك المركزي مع بعض بالنسبة لخدمات التحولات البنكية بالجنيه المصري هتكون التعاملات من خلال الانترنت والموبايل البنكي وشبكة المدفوعات اللحظية مجانية بالكامل اما بقى بالنسبة لخدمات التفع باستخدام الموبايل ففيها اكتر من قرار مثلا اصدار المحافظ الالكترونية هيبضل مجاني تماما لكن لو هتحول فلوس من محفظة الموبايل لمحفظة تانية او المعاملة شهرية ما بينكم هتكون ببلاش لكن بعد كده سعر المعاملة هيبقى بجنيه واحد على التحولات اللي ما بين اي محفظة هاتف محمول واي محفظة تانية تابعة لنفس مقدم الخدمة ولو التحويل بين محفظتين مش تابعين لنفس مقدم الخدمة هيتم خاص معمولة بحد اقصى نصف المية من قيمة التحويل بشرط ما تعديش قيمتها عشرة جنيه وبالنسبة بقى للبطاقات المصرفية فالبنك المركزي قرر ان اصدار البطاقات المدفوعة مقدما هيفضل ببلاش بس بشرط ان البطاقات دي تكون اسلامية طيب كلنا بنتعامل مع مكينات الاتم وبنسحب الفلوس منها ايه وضعها بعد القرارات الجديدة لو هتسحب من مكنة اي تي ام غير تابعة للبنك اللي انت عامل فيه هتدفع رسوم يعني مثلا لو انت عامل في البنك الاهلي وهتسحب فلوس من مكنة بنك مصر هتدفع خمسة جنيه على المعاملة الوحدة وفي نفس الوقت اكبر مبلغ تقدر تسحبه في الحالة دي اربع تلاف جنيه طيب ايه الحكاية ورا الرسوم دي في 2020 وبسبب الظروف الصحية اللي كانت موجودة البنك المركزي لغى الرسوم على مجموعة من الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الالكتروني كل ده عشان يشجع الناس انها تقلل تعاملها بالكاش وخصوصا ان كان فيه تحذيرات كتير من التعامل المباشر بين الافراد ومن ساعتها والبنك المركزي بيمدد فترة الغاء الرسوم مرة ورد تانية عشان يجذب الناس انها تستخدم وسائل الدفع الرقمية بس مع تحسن الظروف الصحية ومع مراعاة ان الرسوم كانت بتعتبر ضمن ارادات البنوك لتغطية تكاليف التشغيل البنك المركزي كان لازم ياخد قرار هل هيستمر في الغاء الرسوم ولا هيرجعها تاني وزي ما شفنا دي كانت قرارات البنك المركزي فيه حاجات فضلت ببلاش وحاجات بقى عليها رسوم تاني قلولنا ايه اكتر نوع بتستخدموه من الخدمات دي ولو عندكم اي استفسار عن خدمات تانية اكتبوه لنا في الكومنتات في انتظاركم اشتركوا في القناة